بخطا متسارعة يحاول ثنائي طبرق المتمرد خليفة حفتر وقارينه رئيس البرلمان عقيل صالح تمهيد الطرق لوصول أيهما إلى رئاسة ليبيا بعدما فشل في نيلها بالحرب والقتل والتدمير فالمتمرد الذي ينعم بدعم رئيس البرلمان أعلن تعليق عمله قائدا لميليشياته التي تعيث في ليبيا فسادا وإفسادا منذ عام 2014 تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم واليوم ربما يقترب المتمرد من تلك اللحظة بعدما فشل على مدار سنوات في السيطرة على البلاد وحكمها بقوة السلاح بفضل ترتبات من قبل رفيق معسكره صالح الذي فصل لمقاسه قانون انتخابات وصدق عليه دون مناقشة أو تصويت من البرلمان وهو القانون الذي تتيح إحدى مواده إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط توقفه عن عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر وفي حال خسارته يعود إلى سابق عمله ترتبات صالح وخطوات حفتر جاءت بعد أقل من يوم على قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة في مقدمة الرافضين كان رئيس الحكومة عبد الحميد لدبيبة الذي طلقت صالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو أعلن خلاله دعم أنقرى للحكومة المعترف بها دوليا بعد قرار حجب الثقة وهو القرار الذي صدر رغم شعبية لدبيبة المتزايدة والتي بسببها بات الرجل تهديدا لمشروع حفتر وصالح للفوز برئاسة ليبيا خاصة في ظل المهارات التي يجيدها لدبيبة كرجل أعمال متمرس ففي مقابل نجاحات الرجل خلال الستة أشهر الماضية يقف الفشل العسكري والسياسي للمتمرد حفتر وميليشياته ورئيس مجلس النواب منذ عام 2014 ومن يومها وهم يطويان الخطى للسيطرة على البلاد على أمل أن يغفل نواطير ليبيا عن ثعالبها أي منجاد تي أرتي عربي